ولكن بالنسبة لمنتخب كرة القدم منتخبنا الوطني الأولمبي بصراحة كده حسيت مبارح بالخجل أنا شخصياً ليش دعو حد بس أنا حسيت بالخجل وإحنا يا جماعة ليه سايبين المنتخب الأولمبي كده لحد بيتكلم ولا حد بيقول أخبار ولا بيتطمن على لعبته ولا بيشوف الجهاز الفني أخباره مبارياته أي حاجة حسب التقصير وكالعادة بنسرح وانتوه في مشاكلنا وأزماتنا الخاصة بالأندية وبالدوري والزمالك والأهلي وان ما تشاهد لعب ولا ما يتلعبش سبحان الله المفروض كنت أطلع النهارده أتكلم على الأهلي لعب إزاي والزمالك لعب إزاي في الكمة بس دينا الأحسن نتحدث عن منتخبنا الوطني الأولمبي تعال أقول لك الأول كده منتخبنا الوطني الأولمبي هيبدأ مبارياته مين وهيلعب مين في الأولمبيات في مجموعته وأقول لك شوية تفاصيل أخرى وأخبار أخرى مهمة وأقول لك حاجة الآن منها بس واحدة واحدة تعال نشوف المباريات الأول جاهزة معنا يا شباب؟ يلا بينا مصر هتلاعب جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو دي أول مباراة لمنتخبنا بعد كده هنلاعب أسباكستان يوم 27 يوليو ويوم 30 يوليو هنختتم مباريات المجموعة بمواجهة المنتخب الأسباني دي مبارياتنا في الأولمبيات النهاردة نادي ترابزون التركي أعلن رفضه مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب الأولمبي في أولمبيات بريس بيان رسمي النادي قال فيه أن اللاعب بلغهم برغبته في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات وهو وافق على هذا الأمر لكن النادي رفض طلب محمود تريزيجيه وطلب منتخب مصر بسبب حاجة النادي لللاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي تمام؟ تمام زعل أزيدك أن محمد صلاح هيبقى فيه صعوبة كبيرة جد أنه يبقى موجود مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات نادي غالباً هيرفض مدير فني جديد استرداد للمسم الجديد فأيضاً غالباً بنسبة تتخطى التسعين في المائة هيبقى فيه صعوبة كبيرة أن محمد صلاح يشارك مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات مصطفى محمد ورقة ميكالي عايزها جداً وقبل كده عرضت لكم هناك أو كان فيه لقاء مع رئيس نادي نانت الفرنسي معنا هنا في رقم عشق اللقاء خاص لنا وقال لنا أنه هو ما عندوش مانع أنه مصطفى محمد يلعب في الأولمبيات بس مصطفى محمد الآن يعاني من إصابة في الرجب هل هيلحى ولا لأ؟ الله أعلم هم نتكلم على الإيه؟ على الكبار